قل لي ليه شايف انه مهرجان العلمين من وجهة نظرك ليه شايفوا مبهر لانت قلت اكسباشن تحتين ان هو مبهر ليه شايفوا مبهر بوسي انا حقول لك حاجة انا عندي انبهار من المدينة لان انا يمكن قلت ده قبل كده واحنا عيارة صغيرين كنا ونروح نصيف مع اهلنا في مرسى ما تروح كنا بنعدي هنا قلوهم البحر هناك شكله حلو قوي فالرد كان يقول ايه اه بس عمرنا ما حنيجي هنا لان ده حق لالغام قلوهم الغام الغام ايه ولو يعني لو مشيت هتفرقع بس كد خلاص ما بيتش علك بعدها تعقدت بقى لغاية لما من خمس سنين بتاين نسمع انهم شالوا الغام دي 2 مليون لغام تقريبا وابتدوا يعملوا مدينة مش هقول عليها مدينة صيفية ومدينة شاطئية هي مدينة الناس هتيجي تعيش فيها اكتب من 3 ا 4 مليون اسرة هيعيشوا فيها دعت شريان حياة جديدة بمدينة مبهرة ويمكن خلينا بس نقول حاجة بعض الناس فهمها غلط في بعض الناس يبعتول يقول لي ايه هو احنا عشان نخش العالمين بندفع ايه 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 تذكارت ايه تذكارت ايه جماعة هو انتو حضراتكم بتخشوا طنطة بتدفعوا فلوس بتخشوا كفر الدوار ولا كفر الزيات ولا سكده بتدفعوا فلوس مفيش الكلام ده دي مدينة مدينة تتخش عاية وبعدين لازم برضو نقول كذا مرة عشان فيه ناس مكادش مصدقة ان فيه شاطئ مجاني وما عملت بوست عندي على الفيسبوك قالوا ده بيقول ايه كلام روحت واخد الكاميرا والمايك زي حضرتك كده ونازل على الشاطئ المجاني اهو والناس دخلق ببلاس تكلمني بقى في الشاطئ المجاني بما انك روحت هناك بالكاميرا احكيلي عن تجربتك هناك والخدمة اللي بتتقدم لك السيربس المقدمة على الشاطئ بوسي الشاطئ المجاني بتخشيه ما تفعيش ولا ماليم عايزة شمسية حت اجاري شمسية عايزة كورسي حت اجاري كورسي باسعار محترمة انا قلت للناس اجاري شمسية وهاتوا معكم فوادكو وقعدوا على الارض زي ما كونه هو احنا زمان عمرنا ما كنا بنصيف ونقض على كراسي يعني ما فيش كلام ده كنا بناخد حتقولك ايه نعمل من الرملة النعمة مخدة فاهمت الاغنية في كده فكنا بنقض على الرملة ومبسوطين جدا فقلتوا له وهاتوا معكم اكلكوا وبعدين جوا لشاطئ ده في كافيتيريا فيها كل حاجة بالاسعار الطبيعية مش الاسعار السياحية حتى فيها شيشة كمان اللي بيعابوا الشيشة يعني ضد الشيشة فيها شيشة في شاطئ تاني مجاني هما اتنين واحد للأسر وللناس والشاطئ التاني ذو الهمم والطلبة انه بيخشوا يستمتعوا وبصي بقى يعني الاهتمام الشاطئ دائما بيبقى رمل شاطئ ذو الهمم عمين في الاول حتة كبيرة قوي زين جيلة نشفة شوية عشان لو حد بويلد شير كورسي بعجل يقدر يتحرك عليها فكل التفاصيل يعني واخدين بالهم منها يا جماعة وبعدين وزارة النقل العام لان سوبر جات بياخد الناس وينقلهم بتذاكر مخفضة الى حد ما من محطة عدلي منصور ومحطة سيدي جابر فهي دي مدينة لكل المصريين مش فهم ايه الاشاعة او مين اللي قال ان دي مدينة للاغنية فقط او نخبة او مفيش الكلام ده تعالوا وشوفوا حتى الممشى السياحي اللي موجود امشي براحتك هاتي معاكي ساندويتشاتك وعودي على الكنب مش هتتفقوا حاجة العروض على الممشى فيه حتى عروض فنية على الممشى صحيح كل عروض وزارة الثقافة ببلاش ورياضية طبعا كل العروض الرياضية وزارة الثقافة كل عروض دي ببلاش والسيرك والحاجات دي كل ده ببلاش صحيح موسيقى